في هذا الفيديو سوف نشرح 10 اختصارات مهمة تحتاجها بداخل برنامج بلندر وبالاخص الاختصار الاخير دعونا نبدأ ونرى اول اختصار النشي لدينا اول اختصار الذي سوف نوجه به الاضاءة على الكائن الذي نختارنا الطريقة التقليدية انه تضغط R تضبط الاضاءة توجيه الاضاءة بالصورة يدوية وهذا يأخذ لك الكثير من الوقت ساعدنا اختصار تأتي على الاضاءة تضغط Shift T سوف تتحكم بالاضاءة اذهب على العرض النهاي ونحدث دني نخفي هنا العفو في الشكل هذا توجيه الاضاءة توجيه تضغط هنا على اضاءة Shift T تمام وانما يروح الماوس انت تقدر توجيه الاضاءة عليه هس هن نرجع الوضع الصليب اريد اخلي الاضاءة بهالنقطة هاي تمام هنما اختار لك هاي النماذج سنضرب عليها هذا المثال تمام اضغط Shift T واحط الماوس مباشرة في نصف الدارة الحمري المربع الاحمر العفو سوف نشوف سوف نشوف سوف نشوف سوف نخفي هاي Alt H دعنا نختار مثلا نخفي ذني نختار هذا اريد اوجهه على هذا الكائن نروح العرض النهاي اضغط Shift T واجيب الماوس هنا على المكان اللي تريد الاضاءة به التحكم كله بالماوس مجرد انت تضغط Shift T تمام نرجع الوضع الصليب نشوف مباشرة صار علي الكائن مالتنا Alt H توجيه هذا الاخير تمام Shift T اريدها بها النقطة هذه Shift T واحط الماء الشر بنصف الدارة الحمري دعنا نجيه هنا نشوفها من الاعلى دعنا نشوف الاضاءة هذا الاختصار انت تقدر تستعمله خلينا نروح للاختصار الثاني اللي هو توجيه الكاميرا خلينا نجيه بالبداية نضيف كاميرا لدينا هذا النموذج شفت ايه نروح على الكاميرا حسرا تنضاف الكاميرا رح اشرح الطرق اللي يستخدمون بها لتوجيه الكاميرا واشرح اسرع طريقة لتوجيه الكاميرا خلينا نجيه بالبداية للطرق خلينا نضغط جي واي هاي الطرق التقليدية يحركها على المحاور مثلا جي زت يرفع الكاميرا ويأتي يطاط صفر اوكي جي اكس تمام هاي يضبط الكاميرا ترجع هنشوف الطريقة الثانية شنو يجي هنا يدخل على الكاميرا مثلا الكاميرا احنا تمام يضغط صفر ما نضبط احد الكاميرا يضغط ان هاي الطريقة الثانية نروح على ويختار تحكم الكاميرا ويجي يرجع بعجلة الماوس يضغط شفت ويوجه بالاتجاه اللي يشوفه مناسب للنموذج مالته هاي الطريقة الثانية الطريقة الثالثة شنو خلينا نخربط وضعية الكاميرا نجي يضغط على مثلا شافها المكان ما مناسب يجي هنا يجي هنا على الموقع الكاميرا يقدر يحكم منها تمام زد السكيل يقدر يتحكم بهن دوران يقدر يتحكم منها بمكان الكاميرا حسا عدنا اسرع طريقة يتوجه بها الكاميرا شنو تجي تضغط صفر اوكي اجي امسح الكاميرا واضيف كأنما استوك اضيف كاميرا جديدة شفت ايه كاميرا تمام اجي اختار الزاوية المناسبة اللي اريد اشوفها للنموذج ماتي اللي اشوفها تناسبني يعني تمام منها اريد هاي الكاميرا بهالتجاه هذا اجي اضغط الاختصار كنترول كنترول موسيقى موسيقى تحدد الكائن تجي تضغط كنترول مثلا واحد تمام شوف اضاف لك مباشرة مثلا اهاي كنترول ثلاثة كنترول اضاف لك الساب ديفيجين بمستوى اثنين هنا ساب ديفيجين ثلاثة تمام اضاف لك الساب ديفيجين بالمستوى الثابت هذا الاختصار اضافة الساب ديفيجين وايضا اكو معدلات الاختصارات ثانية الاختصار الرابع هي الشارحة اللي موجودة فوق بالكيبورد تمام انا اكثر شيء استخدم هذا الاختصار مثل ما اشوف هاي القائمة الطريقة التقليدية اللي يتوجه بها المساحة مساحة العمل اللي داخل برنامج بلندر هي من الارقام الموجودة بالنمباد اذا تجد اضغط واحد مجموعة النمباد يوجهك على الفرونت مثلا ثلاثة رايت تمام هنشوف السابعة وين ودينا ياخذ له 45 مثلا الستة هنشوف وين ودينا العفو هاي سبعة السبعة من الأعلى اعتقد التسعة من الأسفل تمام بس عاني ما طول يعني ديني قريبة على تاب والشفت استخدم الاختصار اللي موجود فوق تاب العفو تمام اضغط هنا تطلع عندك هاي القائمة من الشارحة مثلا اضغط هنا مو بس بها توجيه بالشاشة بها ايضا عرض الكاميرا وعلى الفيو سيلكت يعني الكان اللي محدده مثلا تضغط رايت عفو ليفت راح ياخذك لليسارة تضغط رايت يمين ياغذك لليمين فرونت للامام للامام لنشوف من العلى اسفل اروح على الفرونت مثلا على الكاميرا اضيف كاميرا هنا شفتي خلينا نضيف كاميرا تمام نخرج من الكاميرا نضغط هاي اروح على view كاميرا مباشرة تمام ادنا فرضا بالاختصار بعشنو مثلا عندك هنا هذا محددة اضغط عليه واختار view select راح يوجهك مباشرة على الكاميرا اللي انت محددة مثلا اضغط هنا اروح على tab تمام واضغط على هاي النقطة اضغط على الشارحة واختار view select راح ينتقل مباشرة الهاي النقطة هذا الاختصار يفيدك بالنمجة تمام نمجة tab خلينا نروح نشوف الاختصار الخامس الاختصار الخامس هو فصل الاجزاء عندك مثلا هاي اليوبي راح نضيف لها معدل التكرار اللي هو الري تمام نجي هنا شوية نزود اوكي خليها خمسة باعتها شوية منها نجي نمطيها table تمام اوكي اخليها صفر اخليها واحد اوكي بالشكل هذا بعد اكررها مرة ثانية تمام هاي اسويها صفر بالسرعة يعني اوكي واجي اسوي apply حاسة صارن كأن واحد اذا تجي تحرك جي كأن واحد فرضا فرضا يعني اذا انت عندك مثال او نموذج تشتغل عليه تضغم تضغط tab تفصل كل هاي لغزان كل جزء وحيدة تضغط tab اجي احددها بشكل يدوي ما يعني ما معقول لتضال اليوم كامل في هالمشروع هذا البسيط فالاختصار ما لاتنش نسوي نجي نضغط بوضعية edit نضغط A وتضغط P سيطلع عندك هذا الاختصار تختار الاختصار الأخير هي فصل الاجزاء تمام تنقر عليها شوف اذا ارجع لك شوية ctrl z لا تلاحظ انه هو كائن واحد وهذا منتج تضغط P تنطيه هذا الاختصار الاخيار الثالث راح تنفصل عندك كل الاجزاء اللي متصلوا اجي اضغط اروح على Object Mode تمام من اجي احرك بعد من اجي احرك ار يصير عندك هايش عاملية دواران ليش لان نقطة المحور فقط موجودة على الكرة الاصلية ما نفعله هنا نحددها كلها تمام و اضغط كليك يمين تروح على Set Origin وتختار الخيار الاخير راح كل الكرة اصطر عندها محور خاص بها وبهالطريقة هاي تفصل كل الاجزاء مثلا عدنا مثال ثاني وهو سوزان اريد نفصل العيون او اي جزء هو منفصل بداخله تاب و اضغط و اختار الخيار الثالث تمام و ارجع على Object Mode كليك يمين و اختار الخيار الاخير تمام في الشكل هذا شوف و صند الاجزاء ماتح خلينا نروح على الاختصار السادس الاختصار السادس هو ماذا تتنقل بين الوضاع تمام اذا تلاحظ انه انت عندك بالشريط هاي الوضاع مثلا هاي الوضاع للنحت عفو هذا للنحت و عندك بقية الوضاع وتقدر منها ايضا تنتقللها مثلا الوضاع الصلب الوضاع التحرير النحت التلوين كل هاي الوضاع تقدر منها تنتقللها بشكل يدوي اختصارنا انه تجي هنا تضغط كنترول تاب تمام كنترول تاب راح تظهر عندك هاي القائمة من الخيارة مثلا ايجا اروح على النحت اجي اضغط هنا عسا اني بالنحت هذا النحت كنترول تاب اروح عليه الوضاع الصلب ارجع عليه اوبجيكت مود كنترول تاب هذا اكتر اختصار اني استعمله تمام هذا الاختصار نصحك انه تستعمله خلينا ننتقل للاختصار اللي واو اوكي عندنا الاختصار السابع اللي هو البوينت النقطة اللي موجودة على جهة اليسار من الشبت موجودة بالكيبورد هذا الاختصار اذا شوف قدامك تجي تضغط على النقطة النقطة تطلع لك هنا عنده اختيارات انا اصحك انه تتعامله هذا الاختصار بصورة دقيقة لان راح تواجه مشاكل به اذا ما عرفت له تمام خلينا نجي نشرح شوية بانه ما نتعمق به اكثر لان به هو يشرح نجي فرضا نجي هنا نجي هنا نحدد هذا النكرهم واحدد النقطة بالوسط يصير عليها تضليل اللي هو نسميه الانصر النشط مثلا اجي اضغط على ال مدينبوينت اسوى سكير تكبير وتصغير لا تلاحظ التصغير والتكبير يصير علي النقطة تمام هاي النقطة البرتقالية تمام اذا اجي احول علي الخيار الجوار اللي هي الاصول الفردية اس لا تلاحظ التكبير والتصغير يصير علي كل كان وحدة من فصل هنشوف مثلا هذا الخيار هذا الخيار وحاول على مدينبوينت يعني يصير عندك هاي الخيارين وحدد نفس التحديد واضغط مثلا اس واي تمام حدد هاي تتاكد انه فعلهم اثنين اس واي اوكي يتباعدا بصورة مستغية اذا اجي اوخر هذا الخيار واسوي له اس واي شوف شون التشوه يصير عندك هذا الخيار يفيدك تمام خلينا نشوف مثلا الاختصار هذا الاختف تمام متكد من عنده اللي هو عنصر النشط مثلا عندي هذا اضغط تاب واحدد هاي النقطة العفو ارجع احنا احدد فرضا هاي النقطة النقطة واضغط شفت اي الاختف ارجع احدد هذا اضغط اوكي احدد هاي النقطة اللي هي عنصر النشط اضغط اوكي واجي احدد هاي اضغط اوكي واسوي اس لا تلاحظ التحديد ما راتنا ونروح على النقطة النشطة مثلا اجي هنا اوكي اضغي هذا اس عملية دوران واسوي اصر اضغط اضغط 3D اضغط عملية دوران عملية دوران سيقوم بالكروسر Rx هذا الاختصار أنصحك أنه تتعامل وتعرف كل الخيارات وشنو شغلها دعونا ننتقل للاختصار الوضع الاختصار الثامن اللي هو التحديد بشكل فردي تمام عندنا هذا الكائن سوزان نجي مثلا أنت عندك كائن تريد تحدد الأجزاء اللي مرتبطة به بشكل فردي تجي أضغط عديد تمام هذا يفيدك بالتلوين إذا أنت مثلا عندك لون مواحد تمام أحدد مثلا منها زائد ثلاث ألوان زائد نضيف بعض لون هذا لي ثلاث ألوان أجي مثلا هذا أحمر تمام هذا أصفر حسب الألوان اللي تريدها أنت أجي أضغط هنا أروح على لديت مود هنا أجي أحدد التحديد اليدوي أنه تجي تحدد بالمؤشر بشكل فردي يعني وضل تحدد الأجزاء بس عندنا اختصار تجي على الكائن اللي أنت فاصلة تمام وأجي أضغط أجي هنا مثلا أضغط أل العفو وضيء تطبيق أوكي تلاحظ صار عندنا في شكل هذا مثلا هذا آني فاصلة أجي أضغط هنا أروح على مثلا لون الأصفل أجي أضغط أضغط أل راح يتحدد عندنا هنا وأضغط تطبيق أوكي تمام أجي مثلا على اللون الأحمر أروح على هذا كائنا الفاصلة وأضغط راح يتحدد عندك وأجي أضغط تطبيق فالشكل هذا تقدر تحدد الكائنات ماتتك بصورة فردية بوضع الـ Edit Mode تمام نرجع دعنا ننتقل للإختصار اللي وراء الإختصار التاسع هو عكس التحديد إذا أنت محدد مكان وأريد بالمقابل يصير التحديد عكسي مثلا عندنا هذه الخيارين أوكي ما أفعله؟ أجي هنا Shift D S وأجي أضغط Ctrl G حيث أصبح لدينا كائنا دعنا نأتي على السوزان بالبداية أضغط Tab ووضع التحرير وأجي أحدد مثلا بالـ L مثل ما أخذينا من الاختصار قبله وأريد للسرعة أحدد الجزء هذا أضغط Ctrl I في الشكل هذا سيحكس لي التحديد المؤتي مثلا أرجع Tab هنا كائنا أضغط Tab Shift Z ستلاحظ أنه كائنا أحدد الكائن الوسط ما أضغط L أحدد الكائن بس الفوق أريد التحديد يصير معاكس أضغط Ctrl I سيحدد الكائن الوسط هذا التحديد هذا الاختصار مهم وأنا أصحك أنه تستعمله خلينا ننتقل للاختصار الأخير اللي هو المجاميع الاختصار الأخير اللي هو المجاميع وأنا أعتبره من أهم الاختيارات والاختصارات المهمة على مدترتب العمل ما لك إذا أنت عندك مشروع ومشتغل بالمشروع ومندمج وما تحس لأن أنت كل مشروعك صاير بمجموعة وحدة إذا تلاحظ أن هذه المجموعة مجموعة إذا تضغط هنا ستختفي كل المشروع مثلا هنا ما أحدد إذا أنت عندك معات الشخصيات أو معات النماذج ما أفصلها كل مجموعة أخليها وحدها فرضا تجي هنا مثلا العظام هذه تحدد هاي هنا من الشاشة ما أجي هنا من الشاشة شاشة العمل ماتي وأجي أحدد ذني هذني أريد هنا بخانة وحدها أجي هنا أضغط M أوكي أنطيها مثلا مجموعة واحد أوكي لا تلاحظ راح تنفصل لك هنا باقي هاي تخفيها منها المجموعة الثانية أجي أحدد ذني أوكي سوزان وهذا فرضا نراها همات أجي أضغط M وأنطيها New Collection وأنطيها ثلاثة أوكي هذه المجموعة الثانية اختفت هنا أوكي أخليها مجموعة ثالثة همات M وأنطيها ثلاثة بهالشكل هذا ترتب كل مشروعك بس مجرد أن تجد تنقرع المجاميع اللي أنت تريد تشتغل عليها وما تهوس وما يصد المشروع مالتك عبارة عن خربطة وما ترتبك من مشروع مالتك بس مجرد تجي تفعل خيارات المجاميع اللي تريد تشتغل عليها وتكمل العمل مالتك هاي الاختصارات أنا أصحك أنه تستخدمها اللي هنا وصلنا إلى نهاية المقطع مالتنا يا رب أكون ما طورت عليك بالفيديو بس للفائدة عيد أشرح أو أقلص الوقت قدر الإمكان إذا عندك أي سؤال إسألنا بالتعليقات أنا أجاوب عليه ولا تنسى أنه تنطي لايك واشتراك بالفعل السلام عليكم